اكدت صاحبة السمو الملكي الامير سابيكا بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله في تصريح لسموها بمناسبة يوم المرأة البحرينية 2016 الموافق للأول من ديسمبر والذي يقام هذا العام تحت شعار المرأة في المجال القانوني والعدلي اكدت ان ما تحقق على مدار 15 عاما منذ تأسيس المجلس الاعلى للمرأة يعود فضله من بعد الله لتلك الرؤية الملكية الثاقبة لصاحب الجلال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التي اعتمدت المجلس كأحد ركائز ودعائم المشروع الاصلاحي بنهجه المؤطر لدولة المؤسسات والقانون والقائم على اتاحة الفرص العادلة والمتكافئة امام مشاركة المرأة البحرينية بما يحفظ حقوقها كمواطن كامل الاهلية لتقطف نساء البحرين اليوم ثمار هذه المسيرة الثرية والمتجسدة في العديد من المنجزات والمكتسبات التي تؤهل البحرين ان تعلن صراحة بانها قد تجاوزت مراحل تمكين المرأة البحرينية وكسب الحقوق لتصل الى مرحلة اكثر تقدما تتكافأ فيها حقوق المرأة بالرجل في ميادين العمل وان تشكل جزءا اصيلا من اعتبارات التنمية الشاملة ومحركة للاقتصاد الوطني بناء على عراقة مشاركتها الوطنية ونضج تجربتها وتميز عطائها واشارت سموها الى ان مناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الاول من ديسمبر من كل عام انما تستمد القها وبريقها من تزامنها مع احتفالات مملكة البحرين بالاعياد الوطنية المجيدة موضحة سموها ان يوم المرأة بات مناسبة وطنية يعتز بها اهل البحرين بالنظر الى ما تضيحه مخرجات العمل المستمرة على مدار العام لصورة ووقع المرأة البحرينية وقدرتها على تركيب صماتها الواضحة في تنمية وتطوير وتجويد اداء المؤسسات التي تشارك فيها بعزم وثبات وبمناسبة الاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدني وجهت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة الشكر والتقدير لكل من المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وهيئة التشريع والافتاء القانوني وجميع منتسبي ومنتسبات تلك الجهات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمجال والجمعيات النسائية الذين كان لجهودهم بالغ الأثر في تنشيط موضوع يوم المرأة البحرينية لعام 2016 لتحقيق أهدافه المنشودة ونوهت سموها بالحرص الكبير الذي تبديه المؤسسات العدلية والقانونية من أجل تعزيز موقع المرأة العاملة فيها لما لذلك من أثر بالغ في تشجيع المرأة على المضي قدما في إثبات حضورها ومشاركتها وترقيها في هذا المجال الحيوي وتعزيز إدراكها بعد وجود أي عوائق تمنع تقدمها وارتقائها لترفع إلى جوار شريكها الرجل لواء النهضة الشاملة بالمملكة مؤكدة سموها أن أرقام حضور المرأة البحرينية في المؤسسات العدلية والقانونية في سلك المحامة تدعو للفخر والاعتزاز مهنئة بالمناسبة منتسبات المؤسسات القانونية والعدلية على ما حققناه من مكانة متميزة يستدعي المزيد من الجد والاجتهاد لتعزيز حضورهن النوعي في مجال عملهن وفي ختام تصريحها أكدت قرينة عاهل البلاد المفدة أن مملكة البحرين تفخر ببناتها العاملات في كافة الميادين واللواتي تمكن من جدارة واستحقاق من الوصول إلى مواقع صنع القرار الإداري والسياسي مع ضرورة أن تستمر المرأة البحرينية بالمحافظة على ما حققته بالمكتسبات وإنجازات كثيرة على المستوى الوطني والتحفظ مكانتها كنموذج يحتذا به في مختلف المحافل المحلية والإقليمية وحتى الدولية